في نينة ونظمت المرشحة عن تحالف عزم سمية غانم مؤتمرا تعريفيا ببرنامجها الانتخابي وسط حضور جماهرين كبير في مدينة الموصل غانم أكدت أن برنامجها الانتخابي سيركز على مواضيع عدة أبرسها دعم المرأة وتمكينها وأعطاؤها دورها في المجتمع إضافة إلى دعم الاستثمار في المحافظة ودفع عجلتها إلى الأمام كما أشارت إلى أن برنامجها سيركز أيضا على التعليم والارتقاء بمستوى تقديمه في المدارس والمعاهد والجامعات في حين شددت على أن ضرورة مكافحة الفساد من أولويات برنامجها الانتخابي كما لفتت إلى أهمية العمل على مراقبة الجهات المسؤولة عن الملف الصحي وتحسين المؤسسات الصحية إضافة إلى دعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم لدي رؤية واضحة لما سأقوم به في المرحلة المقبلة وكل ثقة على أني قادرة على أن أمثل أهلي ومدينتي وأمثل نساءها وبناتها ورجالها وشبابها كما تستحق أن تمثل وبرنامجي الانتخابي يتلخص في عدة نقاط أولا وأحب دائما أن أفصل أكثر في هذه النقطة وهي مسألة دعم المرأة دعم المرأة اقتصاديا وقانونيا ومجتمعيا النقطة الثانية هي العمل على تطوير التعليم الذي أيضا شهد للأسف تراجع واضح وكبير انعكس بشكل سلبي على واقع هذا البلد أيضا مكافحة الفساد الذي ابتلينا به والذي أصبح مرض ينخر في جسد المجتمع رابعا العمل على تحسين وتطوير قوانين الاستثمار لتسهيل وتشجيع جلب الشركات الاستثمارية التي ستوفر فرص عمل كبيرة لأبناء المحافظة خامسا العمل على مراقبة الجهات المسؤولة عن إدارة الملف الصحي مع العمل على تحسين المؤسسات الصحية في مدينة الموصل ومحافظة ترجمة نانسي قنقر